نكمل مع حضراتكم وكلامنا عنا مباراة اليوم مباراة الاتحاد والاهلي وفوز الاهلي طبعاً 3 صف ده مجموعة اللاعبين ممكن يكونوا هم أمل النادي الاهلي وأمل مصر في كرة القضاء وقد تنكملوا كنت بس ألك المجموعة اللاعبين دول والشكل الفني اللي ممكن شفناه النهاردة والتشكيلة الخاصة بالنادي الاهلي هل ممكن نشوفها في بطولات أخرى غير بطولة الدوري؟ ممكن بس مش كل اللعيبة يعني رأي سيد غريب مكسب كبير جداً النهاردة في زياد طارق في أشرف تلاتة دول ممكن يبقى دعم للفريد فترة لجموعة وفاخري طبعاً فاخري ده انت اللي جبته وقابت النادي الاهلي اه بقيت مسك المحلة في الدوري المتاز ولعبته مع مباراة ديجلا فريد الأول وبعد كده بكلام كتير عليه بقى ديجلا كان عايزينه والإسماعيلي حد سألك من نادي الاهلي عليه اه حد مسؤول كبير في نادي الاهلي سنى عليه وطوله اللعب كويس وهينفع نادي الاهلي في المستقبل فاخدوه وتقايد فقط عن ناشئين وبتده يلعب مع الفريد الأول بتشاب برضو اه الحمد لله لعب كويس وهيفيد نادي الاهلي فانت بتتكلم في مجموعة لها مستقبل اه يبقوا متواجدين لكن برضو ما تنساش عودة اللعيب النجوم بتاعت النادي الاهلي عندهم تقلو عندهم خبرات خصوصاً لو انت هتلعب نهاي كاس مصر هتلعب سوبر المصري من بورا واحدة استكمال بقى كاس مصر لسه كاس مصر الجديد لسه فيه استكمال يعني مع الملكة هيبقى دعمة لكن ما تعتمدش عليهم اعتماد كلي لان طبعاً اه الدعم موجود والناشئين تبقى ليها دور الفترة اللي جاية وهما ظهروا بشكل كويس جداً لكن انت برضو يعني لازم فيه توازن في الاختيارات وتوازن في الملعب ما بين اللعبة الخبرة ولعبة الصغيرة طب ما النهاردة كان فيه توازن وكان فيه مجموعة من اللعبين القدرين منتا دلوقتي عشان واخد موقف كابت الخطيبة واخد موقف مجلس إدارة قال هنلعب بالناشئين عشان خاطر موقف ان احنا اتظلمنا في الدورة مش ده اللي كان بيتقال؟ تمام نجح في النقطة دي لكن في المستقبل مش هتقدر تكرر ده لان المتشاط بتبقى صعب المتشاط أفريشة بتبقى صعب هل الاهل اتظلم في الدورة؟ بعض المتشاط اتظلم والفرقة كلها الحكام انا بقول التحكيم خدم الاهل والزمالك والفرقة كلها يعني ان بالك التخطيبة هو بيتكلم تكلم على فكرة او موضوات ظلم التحكيمي بالنسبة النادي الاهلي وكان لي يد كبير اللي بتعاد نادي اهل على بتقطة دورة هو تتكلم في 11 نقطة 12 نقطة النادي الاهلي خسرهم بسبب التحكيم ده رأي نادي الاهلي او مجلس إدارة النادي الاهلي فاحنا انا بقول وجهة نظري ان متعد كرة القدم في التحكيم في الاخطاء التحكمية لكن الفر لما دخل علينا ببوز مطاة كتئة او فلازم يكون في خبرات لحكام الفر اكتر من كده عشان ما يظلمش ولا اهل ولا زمالك ولا بقية الفرق اللي موجودة هم نتكلم جنرال فاروق معلش فدي نقطة مهمة جدا عشان مفيش حد مسئول يطلع يقول احنا اتظلمنا وبعدين انت عندك السنة كاملة لو انت اتظلمت ماطش اتنين تلاتة لا انا عشان فيه تعصر وفيه مستوى مش جيد بتأصر على اداية النادي بتأصر يا كامون ما هي بتأصر لكن انا عندي برضو البديل ان انا واقف قوي جدا عندي صفقات عندي مدرب عندي 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 قوام يعني لازم ما تأصرش بالتحكيم فكرة التحكيم ممكن تبقى فيها اخطاء في كل دورات في العالم سبب لكن ما هيش كل الاسباب اه او السبب الرئيسي ان انا اخسر بطولة بسبب التحكيم تمز مالكة ظالم والاسماعيلة ظالم كل الفرق او بلاشة ظالم اخطاء تحكمية ما كانتش وانت المطلوب تقولك تقول ان الاهل تظلم ما انا بقول لحضرتك ان الاهل تظلم بعض المبرات لكن مش في كل المبرات زي ما انت تظلمت برضو ماتش فاركو فاركو ليها ضرب الجزاء يعني النادي الاهل الجن اللي دخل بتعبير ستاو جن هدف صحيح يعني ده هدف صحيح لكن برضو في نفس الوقت ان فاركو ليها ضرب الجزاء لكن فاركو مش تكاش وقلب الدنيا وعمل ما هيكرة حلويتها ان بيبقى فيه هنا اخطاء وهنا اخطاء وفيه اراء مختلفة واراء مختلفة تمام